ممكن في النهاية نقول كختام نصايح عامة للسيدات للاهتمام بهذه المنطقة رقم واحد أحب أوضح أن الموضوع كان بيمر بخجل وإهمال وكسل وإحراض نظرا لحسية الموضوع النهاردة الموضوع إحنا عرضناه عشان الناس تتوعى وتيجي وتدور وتشوف إيه الجديد أنا عندي متشكلة ما كانت لها حل أو كند محرجة أروح أعرضها على أحد لأنه هاردة فيه طبيبات سيدات حتى لو فيه حرج من طبيب رجل فيه عيدات مخصصة لهذا الأمر تيجي وتسألي وتعرضي المشكلة بدون أي حرج ده رقم واحد رقم اتنين الفتيات الصغيرين احنا مش بس نتكلم على السيدة المتزوجة ومشاكل العلاقة الزوجية والجنسية فقط الطفلة الصغيرة دي لو تعرضت لأي مشكلة في هذه المنطقة مش عيب أبدا أن أمها ليه تخجل أنها تروح تكشفها عند طبيبة وتعرض المشكلة وتوجد لها الحل دي أهم حاجة التوعية بأهمية الموضوع نحن نشجع الناس تشجع نفسها يعني لا حياء في العلم